يا شباب لا يفوتكم معرض غيمرز كون الشرقية بيكون فيه أكبر بطولات الألعاب ضيوف راهبين وكوسبلاي وأكثر تاريخ 28 إلى 30 مارس لا يفوتكم كونوا هناك هلو الله معكم فاتو شيحة أخير نزلت اللعبة المنتظرة سكروا شادو داي توايس طبعا كثير مننا يعرف أن هذه اللعبة صعبة ومثلما شتوا في البث كيف انجلت جلد مبرحا حتى استغفت وحتى بعد ما استغفت ما كان في فايدة عشان كده اليوم جايب لكم سبع نصايح ذهبية قبل ما تبدأ لعبة سكروا يعني هذه النصايح بتفيدك قبل ما تلعب وإن شاء الله تصير أقوى وتجلدهم بدل ما تنجلد مثلي لك قبل ما نبدأ على لهينك في عندك تحت زر اشتراك أضغطه ما رح ما رح ضرك شيء أضغطه تشترك بالقناة تسبيت حاجات أنه تزيك برامج رهيبة حقاتنا اللي نسويها خمس أشياء أشياء مرعبة وفي برامج كده ربعة دف مخي إن شاء الله بسلكمها حاجة جديدة جاي إن شاء الله ولا تنسوا أيضا تضروا اللايك في القناة على الفيديو وأيضا شاركونا بين أصحابكم والحين خلونا نبدأ وظف التجسس فوقات كثيرة رح تشوف أمامك أعداد كبيرة جدا من الجنود وانت أصلا نينجا يعني المفوض تذبح مغير ما تنشاف عشان كده بدل ما تروح تتهاوش معهم مباشرة تواجههم أحسن شي تسوي أنك تتخفى تذبح لك واحد مغير ما يشوفك وإذا قدرت تروح تذبح الباقين أيضا مغير ما يشوفونك طبعا مو دائما تتذبحهم كلهم مغير ما يشوفونك لأن بعضهم يكون قدام بعض مواجهين بعض إيش تسوي في هالحالة تشوف أي واحد من العداء يكون أقو من الثاني عادة العدو لما يكون لابس قبعة يكون أخف من الثاني اللابس قبعة يكون قوي لأنه يسوي لك باري كثير بضرباتك فأنصحك أنك تذبح هذا أول شيء مغير ما يشوفك بعدين تسوي كومبو عادي اللي يجنبه وتذبحه وطبعا قدام بيجونك زعماء أيضا والزعيم هذا مثلا يكون حوله ناس صغار زي هذول الأعداء الأفضل أنك تركز على الأعداء الصغار هذولي أساس بعدين تقدر تتفلت في الزعيم الساموراي اللي ميموت هذا الساموراي بداية اللعبة راح تشوفه على جهة اليمين أول ما تطعم الباب تلقائها على اليمين تروح تكلمة أول ما تكلمة بيقولك ها تبت هاوش أنت تطعم لكي وش السالفة تجلده لما يموت ما يموت يرجع للحياة يقولك ترى أنا ما أموت وتعالي أنت أي وقت تبغى وتدرب على جسدي يعني تقدر تدخل عندها وتسوي الترينيج تدرب على اللعبة يعلمك على أشياء أساسية مثلا الأتاك والضرب ويعلمك على الصد ويعلمك على الباري وأيضا قدام لما تمشي أكثر باللعبة ترجع تكلمه أكثر يعلمك على أشياء جديدة وكلما تأخذ أدوات جديدة ترجع له ورح يعلمك يعني هذا الساموراي الميت ارجع له دائما عساسي علمك كل شوي الزعماء لعبة سيكرو مليانة زعماء مليانة زعماء أي زعيم تلقاه لا اسم فوق على اليمين هذا زعيم ما يهم كبير ولا مو كبير أهم أنه هذا زعيم وهذا بيجلدك إذا أنت ما عارف تلعب معه في بعض الزعماء تقدر تسوي لك حركة التخفي بحيث أنك تقدر أول شيء تضربه وبعدين الطاقة الثانية تتوش معه عادي يعني تجي التخفي تسوي لتخفي قتل تخفي يروح منه واحدة من الكور حقت لهي الطاقة بعدين الطاقة الثانية تجي تتوش معه وتفوز عليه وبعض الأداء لا يبيلك اسلوب ثاني عليهم فدائما لأنتعلم منك كل عدو لأسلوب معين كيف تفوز عليه ولازم تفكر كيف تقدر تفوز عليهم الناس ينفع عليهم الصد الناس ينفع عليهم أنك تبعد عليهم وضطق فجدا جدا هذا الشيء مهم خلك ملقوف اللقافة مو كويسة دائما في حياتنا الطبيعية لكن في اللعبة هذه أهم شيء اللقافة خلك ملقوف إذا ما حتى تعرفش معنا ملقوف ملقوف معناتها أنك يكون عندك حب وستطلاع يكون عندك مثلا إيش هذا؟ تبتشوف إيش هو فدائما أنت وقف تدور الكاميرا دور أي مكان تحسه غريب تحسه بعيد تحس لازم تروح له خلاص قلت أنا لازم أروح هناك عادة تلقى أماكن سرية كثيرة في اللعبة وعادة يكون فيها أدوات ممتازة تفيدك آآ آيتم زي ما قلنا وأيضا يكون فيه أحيانا بوس السريين طبعا هذري لا تروح له إذا أنت بتنجلك بس غير كذا دائما خليك ملقوف كلم الشخصيات باستمرار اللعبة هذه بتقابل شخصيات كثيرة جدا منها عدو ومنها صديق لكن الصديق كثار بكل مكان تروح تكلم الصديق هذا يعطيك معلومات تفيدك بعدين ترجع لبعدين ويعطيك كلام ثاني ويعطيك أدوات تفيدك فدائما أي شخص تشوفها رح تكلمه يعطيك أشياء من القصة أشياء حول يتكلم لك على المكان أنت فيه يعطيك مثلا تلميحات كيف تفوز على بعض الزعماء بعض اللحوش الكلام مفيد جدا في اللعبة أعرف كيف تستخدم أدواتك ميزة سيكرو أنك أنت واحد شخص يدك مقطوعة وبدال يدك يمركبي لك يد صناعية اليد الصناعية هذه تركب فيها أدوات أشكال والوان يعني أنك تركب مدفع يطلق زي النار أو أنك تركب زي نينجا الشركين تطلقها طبعا هذه الأدوات كل واحدة كلها ميزة خاصة فيها وأيضا لازم أنت تفكر كيف تستخدمها تستخدمها مثلا ضد أعداء الصغار بحيث أنه واحد أزعجك تطيقها بالشركين بعد أن تعطي كومبو بحيث ينطيق أو أعداء أكبار بحيث أنك تحاول تقريبهم عندك يعني في أكثر من الأسليب استخدم أدواتك حسب لعبك أنت فيها وأيضا الأدوات جدا جدا مهمة ضد الزعماء فبتنصدم من جد كيف أن الأداة هذه مهمة ضد زعيم معين استغل العودة من الموت ها؟ وش تقولون؟ وش العودة من الموت؟ أنا أقول لكم سكروا هذه فيها حاجة جدا مميزة مميزة اللعبة عن غيرها أنك لما تموت مرة واحدة في فرصة أنك ترجع تعيش مرة ثانية لكن في حاجتين أول شيء أنت لما تموت مرة واحدة راح ينقص عندك واحدة من الكورة لترجعك الحياة فمو دائما تقول تعيش عشان ترجع الفكرة أنك تعيش مرة ثانية لازم تروحي أنك ترتاح في البونفاير أو ترتاح بالشراين أو أنك في طرق ثانية أنك ترجعهم لكن مو هذا كلامنا كلامنا أنه بيكون العداء العاديين لما يقتلونك لأنك تجيك حياة نجيك واحد عادي يقتلك تنقلونك يا الله ليش قتلني هذا ش تسوي خلك لا تسوي شيء موت ولما يعطيك ظهرة ارجع للحياة ورح ورا وقتل بضربة واحدة طبعا هذا الشيء ما رح ينفع ضد الأعداء البوسز لأن البوسز بيكون عندهم دراية في الموضوع حولك طبعا حتى لو معطيك ظهرة وتقوم بيحس فيك على طول فلا تحاول تسوي ضد البوسز وهذه كانت السبع نصاح الذهبية إن شاء الله تكون سفدتوا منها في سكرو وإن شاء الله ما تنجلتون كثير في اللعبة شدوا حيلكم اللعبة صعبة لكنها جدا ممتعة استخدموا الباري دائما 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 الباري أهم شيء في هذا الباري إيش هو الباري؟ الباري هو أنك تصد بالوقت المناسب هل يسمونها باري فعشان كذا أتمنى لكم صراحة كلكم منكم تتوفقون في اللعبة وتحاولون أن تخلصون أكثر شيء منها وتتحمسون فيها وإعطاكم معافة في المتابعة كماكم فرد الشيحة ومع السلام يا شباب لا يفوتكم معرض جيميرز كون الشرقية بيكون فيه أكبر بطولات الألعاب ضيوف رهيبين وكوس بلاي وأكثر تاريخ 28 إلى 30 مارس لا يفوتكم كونوا هناك